مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون على البحرين التي كانت وما زالت متحمسة لها ولا يبدو من بين القادة الخليجيين سوى حاكم البحرين حمد الخليفة جاريا وراءها كمثل الضمآن الذي يجري خلف السراب يحسبه ماء فلماذا يلهث حمد الخليفة وراء فكرة الوحدة؟ فقد اجتمع في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 29-3-1401 الموافق 4-2-1981 وزراء خارجية هذه الدول واستأنفوا التشاور بينهم بهدف وضع التنظيم العملي والهيكل النظامي لبلورة وتطوير التعاون والتنسيق المنشودين بين دولهم وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية ولد مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 بعد الرعب الذي اجتاح مشايخ الخليج إثر انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتي أطاحت بحليفها الشاه الذي كانت تؤدي له فروض الطاعة وأما دعوة الوحدة الخليجية فانطلقت بعد اندلاع الربيع العربي في العام 2011 حيث أعلن على إثره شيوخ الخليج حالة استنفار قصوى خوفاً من رياح التغيير التي هبت على البحرين أولاً كاد نظام عائلة آل خليفة في ذلك العام أن يسقط على يد ثوار البحرين لو لا التدخل العسكري السعودي الذي أبقى على الحكم لكنه فشل في إنهاء الثورة يا آل خليفة ما تكتم لك يا آل خليفة ما تكتم لك ظل الحماس الخليفي لمشروع الوحدة والذي عبر عنه البيان الختامي الذي صدر في المنامة يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري وبعد يومين من عقد تجمع ما يسمى بالوحدة الوطنية المقرب للديوان الملكي لمؤتمر طالب المشاركون فيه بالإسراع بالوحدة الخليجية هذا المؤتمر ينعقد من أجل تحريك الشعب الخليجي في دول مجلس التعاون ليطالب قادتنا بالمضيف في الاتحاد إلى الأمام لأن الأحداث الآن المحيطة بنا الأقليمية والدولية كلها تنذر بالخطر فالثورة لا تزال تؤرق منام حمد الخليفة وتنغص عليه عيشه في الداخل وزياراته في الخارج لكن هذا الحاكم وبحسب مراقبين لا يبدو ملتفتاً للمتغيرات التي طرأت على المنطقة وأولها الضربات المتتالية التي تلقاها حماته آل سعود مؤخراً حيث أصبحوا عاجزين حتى عن دفع مستحقات شركات القطاع الخاص وأن السعودية لم تعد قادرة على حماية نفسها إذ أضحت مرمى لصواريخ اليمنيين فكيف يمكنها حماية عرش آل خليفة المهترأ والاستمرار بدعمه اقتصادياً ولذا فتبدو الدعوة إلى الوحدة مؤشر على بلادة الحاكم الخليفي الذي لا يزال يراهن على مملكة أزفت ساعة الصفر لزوال حكامها ترجمة نانسي قنقر